القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية يعود تاريخها إلى نشأة مدينة أون الفرعونية وهي منطقة عين شمس حالياً وإلى الفتح الإسلامي لمصر على يد عمر بن العاصة عندما أنشأ مدينة الفسطات ثم إنشاء العباسيين لمدينة العسكر وأحمد بن طولون لمدينة القطائع مع دخول الفاطميين مصر بدأ القائد جوهر السقلي في بناء العاصمة الجديدة للدولة الفاطمية بعد أمر من الخليفة الفاطمي المعز لدين الله وذلك في عام 358 هجره اتخذت المدينة شكلاً مستطيناً وأحيطت بصور سميك من الطوبة مع وجود بابان في كل دلع من أضلاعي يؤديان لداخل المدينة وخارجها مثل أبواب النصر والفتوح وزويها أطلق جوهر على العاصمة الجديدة اسم المنصورية نسبة إلى الخليفة المنصور الفاطمي والد الخليفة المعز تكريماً لذكراء وظلت تعرف بهذا الاسم إلى أن تغير اسمها إلى القاهرة المعزية مع وصول الخليفة لمصر والذي أعلن أنها عاصمة لدولته الفاطمية في السابع من رمضان عام 362 هجرياً ليظل منذ ذلك الحين اسم القاهرة على عاصمة مصر سر التسمية يعود إلى تصادف ظهور كوكب المريخ في السماء والذي يطلق عليه قاهرة الفلكة في توقيت بناء ورمي أساسات المدينة والتي اختير موقعها شمال العواصم الثلاثة السابقة ولذلك سميت القاهرة والتي شهدت مختلف تطورات على مر العصور في ظل احتفاظها بمكانتها قعاصمة لمصر